السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم على بركة الله سوف نقوم بإمكانكم الوصفة الاقتصادية سهلة سريعة في نفس الوقت هذه الوصفة هي أقراص البطاطس المقرمشة حقيقة أقراص مقرمشة حتى لو باتت ليلة تبقى مقرمشة على أساس أنك تتخنها في الفرن لا تتخنها في الميكرويف المكونات مكتوبة على الشاشة كيف العادة سوف نحتاج جوج الحبات من البطاطس متوسطة نصف حبة من بصلة متوسطة سوف نحتاج خمس ملاعق من الميزينة يستحسن أو يفضل أن تستعملوا الميزينة أو النشا خمس ملاعق ملح فلفل أسود والزيت هذه هما المكونات اللي سوف نحتاجوا نقوم بعمل البطاطس نبشرها في مبشرة لا تكون غلظة بزيف وكذلك البصل حتى هو نبشره في المبشرة نقوم بعمل البطاطس نقوم بعمل البطاطس من الماء نقوم بعمل البطاطس من الماء من الماء كليا سواء أنكم تعملوا في المصفات وكتضغطوا عليها عفوان لحد ما يخرج كليا أو أنكم تعملوا في قطعة القماش وكتعصروا ومن الأحسن أنكم تعصروا في قطعة القماش نقوم بعمل البطاطس نقوم بعمل البطاطس نقوم بعمل البطاطس كب أو النصف هذا القياس يضيف خمس ملاعق كبيرة من النشا وكما قلت لكم يفضل أنه يكون نشا وفي حالة ما كانش نشا ممكن أنكم تعودوا نشا بالدقيق الأبيض دقيق الحلويات دائما نضيف كمية ونبدأ نخلط مكونات كلها نشا هناك نقول لكم إنشا لأنه يقصح بسرعة بسرعة يتسلبه هو اللي يعطي القرماشة يعني هذا اللي قالت هادو أو لا هاد الأقراص هادي نضيف الملح ونضيف الفلفل الأسود ونخلط المكونات هادو هما المكونات الرئيسية لتحضير هاد الأقراص هادي البنات فعلا أنا فش حضرتهم كيجو بحالهم بحال ديال المطاعم مكنش حتى فرق بينهم وديال المطاعم كيجو لداد بزاف بزاف كان حضر مقلات يعني غير لاصيقة نضحها على النار نار متوسطة غد نضيف القليل من الزيت فقط ممكن انكم تدهنوا يعني المقلات او لا ترشوها بالزيت لو كان عندكم يعني ما عمش كيفاش نقول لكم هادوك القريعات ديال الزيت يعني رشاشة يعني ترش فقط المقلات وكان نشكلوا كويرات من هاد العجينة هادي وكان وضعوها بهذه الطريقة وكان عملوك نسوها يعني كان قدوها باليد او بملعقة لكم الاختيار يعني هاد الحاجة اللي هي بديهية ما قد حترش هذا التوضيح كان مشي بنفس الطريقة حتى كان نكمل يعني الكوريات اللي عندي انا عملت هنا كوريات يعني صغيرة كما ممكن انكم تعملوا كويرات كبيرة يعني اختيارية بعد ما كتتحمر من الجهة كان قلبها الجهة التانية وفي حالة ما كان عندكم يعني كمية كبيرة من البطاطس راكتعملوا المقلات الاولى بعدها كتزولوا البطاطس وكتدهنوا الطاوة او للمقلات مرة تانية عادة كان وضعوا البطاطس المتبقية كان مشي بنفس الطريقة حتى تحمروا هاد الكوريات هادو هاد الاقراص وكي ياخدوا واحد اللون ذهبي يعني جميل كان نزول الاقراص ديال البطاطس بعد ما كتنضج وكان نضعها على الورق يعني اه ورق اللي كيمص الزيت وكان قدموا البطاطس ديالنا او للاقراص ديالنا مع صلصة يعني انا هنا استعملت صلصة ديال الجبن سلصة ديال الجبن ممكن انكم استعملوا اي سلصة ديال الجبن كما ممكن انكم تتعملوا الحليب مع الجبن المثلت او للجبن المربع وكتربوهم مزيان كتطحنوهم في الخلاط مع اضافة لقليل من الملح والفلفل الاسود وقليل من الحامض او الليمون الحامض وقدموا السلصة ديال الجبن كانت من انا الفقرة تعجبكم وانكم تجربوه شكرا لكم البنات وشكرا على متابعتكم